السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور محمد عزت قليط بقى سنان جامعة الازر فرع السيوت هتكلم معكم ان شاء الله في الفيديو البسيط ده عن مادة الاستعادة الصناعية او البروسودونتكس هنحاول نتكلم سريعا عن النظري لكن طبعا بدون تفصيل وده علشان اخواتنا في مراحل هنحاول نتكلم سريعا كده عن النظري يعني بتاعت النظري المواضيع بتاعت النظري كده هيدلاينز كده سريعا ان شاء الله وحنتكلم عن العملي والصعوبات اللي بتواجهنا في العملي وكمان هنجدم لكم بعض النصائح المهمة اكيد طبعا مش هنقدر نوخص مادة لبروسودونتك في الفيديو البسيط ده لكن هنحاول نقدم حاجة مفيدة ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض كده اول حاجة لازم نفرق بين تلات مصطلحات مهمين جدا وهمة البروسستاتيك بروسيزيس بروسودونتك طيب اول مصطلح معانا وهو البروسستاتيك يعني ايه البروسستاتيك هو art and science of sublying artificial replacement for missing part of human body يعني اه هو الفن والعلم اللي بيوفر لنا البدائل الصناعية للاجزاء المفقودة من جسم الانسان يعني هو العلم اللي حيوفر لنا البدائل دي اه طيب اه المصطلح التاني معانا وهو البروسيزيس البروسيزيس هو عبارة عن يعني هي البدائل او الاجزاء الصناعية اللي حتعوض لنا الاجزاء المفقودة من جسم الانسان طيب تالت مصطلح معانا وهو البروسدونتك وهو يعني هو فرع من فروع طب الاسنان اللي بتهتم باستبدال الاسنان المفقودة والانسجة المتعلقة بيها عن طريق ايه بقى؟ عن طريق استخدام اجهزة صناعية علشان نستعيد الوظيفة اولا ثم الشكل الجمالي اذا الغرض الاسمى من الاستعادة الصناعية في مجال طب الاسنان هو استعادة الفنكشن الاول الوظيفة ثم الشكل الجمالي طيب عندنا اربعة برانش فيكسيد بروسدونتك رموهبول بروسدونتك مجزول بروسدونتك طيب وارموهبول بروسدونتك هما موضوعنا النهر دا طيب من اسمه يعني ثابت فهو استعادة صناعية ثابتة طيب يعني متحرق فهي استعاضة صناعية متحركة طيب حنتكلم النهاردة حنركز على وده بيتقاسم لقسمهم اول حاجة اللي هو وثاني حاجة وهي طيب قلنا بيتقاسم الى وبارشال دينشار ده اللي هو طائم اسنان كامل بيتعامل لما بيفقد اسنانه كلها طيب هو طائم اسنان جزئي برضو متحرك بيتعامل لما بيفقد جزء من اسنانه زي مثلا بيشانت فقد البستيريورتيس وعنده الانتيورتيس طيب لازم نفرق طبعا بين ثلاث مصطلحات وهم ديشار 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 ده بيشانت ده بيشانت عنده اسنانه كاملة طيب ده بيشانت فقط كل اسنانه طيب ده بشنط فقد جزء من اسنانه ولسه عنده جزء زي اللي فقد وباية عنده الانتيريور تيس طيب هنتكلم سريعا كده زي ما قلنا عن التوبكس بتاعت النظري اول حاجة في النظري هتعرفها هي الفارق بين الاسنان الطبيعية والاسنان الصناعية وطبعا فيه فارق كبير جدا بينهم من حيث الشكل والوظيفة طبعا الاسنان الطبيعية كفيتها ترجح في اي وجه مقارنة مع الاسنان الصناعية بعد كده هنعرف هنعرف عندنا ثلاثة سيرفز وهم الفيتنج سيرفز او الامبريشن سيرفز والبولشد سيرفز و الوكلوزل سيرفز من اسمه كده يعني ملامس او بيسلد على حاجة فهو ده السيرفز بيواجه انسجة الفم او السطح الداخلي للطقم بمعنى اخر يعني طيب البولشد سيرفز بولشد يعني لامع فهو بالتالي الحاجة اللامع هي احنا بنشوفها فده هو السطح اللي احنا بنشوفه وبيشمل او بيواجه اند باقة سيرفز طيب ده السطح اللي بياكل عليه البشنط وبيمثل الاسنان الصناعية مش حقيقية طبعا زي ما بتقعها من البعض يعني بعد كده هنعرف الاناتوميكال لاند ماركس ودي مهمة جدا 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 وعندنا اا اا طيب او او الاكسترنال لاند ماركس الانترنال لاند ماركس هي هي وانترنال لاند ماركس انسايد وطبعا كتير جدا ومش هنيدر اا ان احنا نذكرها كلها فمش هنكتفى نكتفي بذكرها كهيدلاينز كده. اه وطبعا من الاند ماركس دي مهمة جدا جدا جدا. اه ولازم اه سواء كنت دكتور او طالب هتشتغل لازم تكون عارفها كويس وعارف تأثير فقد الاسنان على الاند ماركس دي سواء كانت اه انترنال او اكسترنال. اه بعد كده هندقل على خطوات عمل اه وهي تقريبا ستتاشر خطوة. اه في خطوات بيعملها الطالب او الدكتور في العيادة. اه وخطوات بيعملها فن المعمل. اه لكن هنتعرض للخطوات دي اه في العمليين. طيب بعد كده اه من اه بتاعت النظري برضو الامبريشان ترييز. اه طبعا عندنا اه اه ستوك تريي و هو سبيشيال تريي. ستوك تريي بنستخدمها علشان ناخد برايمر امبريشان آآ و بنا بنا بنستخدمها علشان ناخد آآ آآ منها الميتالك ومنها البلاستيك زي ما هو واضح في الصورة. والممكن تكون من الشلك بسبليت زي ما هو واضح كده الصورة اللي هي في الشلك بسبليت لونها احمر. وممكن تكون من اللي هي بيكون لونها ازرق. طيب. بحثت كده هناخد برضو من المهمة في النظري وهي يعني في مناطق بتكون بارزة في المريض او مناطق حساسة لما حاجة بتلمسها فبالتالي المناطق دي لازم نعمل لها ريليف يعني نعمل لها بحيث ان الطائم ما يلمسهاش فبالتالي يكون متاح وما يحسش باي قلم. اه وبعد كده هناخد البستيريور بلا تلسيل او البوست دامنك اه وهي فيها جالك ان يعني اه هي منطقة من الصوفت تيشو عند النقطة الاتحاد او الالتقاء بتاعة الهارد بلت والصوفت بلت اه عندها بقى بيكون الضغط في حدود الفيسيولوجية للتشو. اه طبعا البستيريور با تلسيل اه بتكون مهمة جدا ان عندها بينتهي الطائم وبيتلاشة بينتهي يعني بيقف عندها وبيتلاشة يعني زي بيختفي فبالتالي اللسان البشنط ما بيقدرش يتعرف على الطائم وكمان بتلعب دور مهم في الريتينشن وكمان بتمنع دخول بكاية الطعام او دخول الطعام اه الهوى تحت اه الدينشار اه بعد كده هناخد الريكورد بيز اند الوكولوجيا الريم طبعا هنتعرض لهم في العملي بس هنسكرهم سريعا كده الريكورد بيز دي اللي هي الريترال الدينشار بيز اه والاكولوجيا الريم بتكون عبارة عن بلوك من الواكس بنستخدمه علشان نعم نسجل هو بيعمل زي بيعوض الريج او الريج بتاعت اه بنستخدمه علشان نعمل اه نسجل وعلشان نعمل فيه سيتنج ليه اه بعد كده هنعرف اه 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 و الفيسبو اه طبعا عندنا اه 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 قبل ما نتكلم على انواع الارتكوليتر الارتكوليتر دي اه هو عبارة باختصار شديد يعني عبارة عن جهاز بيعوض لنا بتاع البيشنط اه اللي هو اه يعني بتاع البيشنط بيكون في ادنا ليه بقى علشان نسبت عليه اللي هو والابركاست فبالتالي يكون معنا بقل البيشنط نقدر نشتغل اه براحتنا اه طبعا عندنا زي ما قولنا عندنا اه 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 وطبعا تحت كل اه قسم من الاقسام دي انواع تانية من الارتكوليتر اه هنتفي بذكرها كهيدلاينز كده اه بعد كده الفيسبو والفيسبو هو اه براعا جهاز بيستخدم فيه اه بيستخدم في تحديد او 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 يعني بيحدد العلاقة بتاعة الجو بالنسبة لاتمبرو مندبلر جوينت طيب اه عندنا اه اه الفيسبو اللي هو المجزيلي فيسبو والمندبلر اه فيسبو اه بعد كده اه هناخد اه اه طبعا في اه اه زيز مني فاكتور اه اه يعني في فاكتورز كتير بتأسر على السليكشن بتاع التيس وكمان احنا بنعمل سليكتنج للارتفيشل تيس اه بناء على والشيب واللينس اند اه الشيب اه بعد كده اه هناخد الارتفيشل تيس وطبعا الارتفيشل تيس ده لها كواعد وكوانين كتير لازم نلتزم بيها ونكون عارفينها زي مثلا اه ان اللاترال انسايزور تكون اقل نص ميلي من سنتر انسايزور ولازم نلتزم بالكوانين دي علشان نحصل على النورمال اكولوجن اه بتاع البشن اه ده كده اه زي ملخص او نظرة سريعة على اه التوبكس بتاعت النظري اه نخش طيقة بقى على الانسترومنت اه اول حاجة معانا وهي قولنا هنتعرض لها قدام وجيه معادها اه ايزل سواء بلاستيك او متالك يبا هي بتصنع من ملتين بلاستيك او متالك اه اه استوك تريي بنستخدمها علشان ناخد اه برايمر امبريشن للبيشنط اه 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 وي افولابل ان ديفرنت سايز اند شيب يعني بتكون في احجام مختلفة ودزاين مختلف الشيع طبعا هو سايز وان وسايز ستو وسايز سري اه طيب ديزاينات مختلفة ازاي طيب عندنا اه عندنا اه عندنا تلات حالات او تلات انواع من البيشنط اول بالنوع وهو ده اللي ما عندوش اسنان خالص اه بيكون بتكون بتاعته اه 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 راوند فلور اند اه شورت اه فلانجز يبا بتكون راوند فلور اند شورت فلانجز اه طيب اما اللي هو عنده اسنانه اسنانه كلها موجودة بيكون بتاعته اه هافنج فلور هافنج فلات فلور اند هاي فلانجز يعني الفلور بتاعته بتكون اه زي ما في الصورة كده بتكون اه الفلور بتاعته بتكون فلات والفلانجز بتاعته بتكون اه هاي اما بقى في اللي هو فقط جزء من اسنانه بتكون بتاعته مقوانة من جزئين جزء هاف اه راوند فلور اند شورت فلانجز و جزء هاف هاي فلانجز اند فلات فلور اه طيب اه بعد كده اه طبعا زي ما قلنا الاستوكتوري بنستخدمها عشان ناخد بعد كده هنتكلم على اه زي الطبق كده اه بنستخدمها علشان نحط فيها اللي اللي عايزين نعمل لها ميكس اه وكمان ممكن نستخدمها علشان نحط فيها المية السخنة لما اه نكون محتاجينها علشان نعمل اه اه مثلا للبينك واكس او اه اه طيب بعد كده هنتك نتكلم على السباتيولا اه السباتيولا اه هي زي المعلاقة كده بتستخدم مع الربر باول اه تميكس يعني بنحط في الربر باول و بنعمل لها ميكس بالسباتيولا اه بعد كده هنتكلم على الالجينيت الالجينيت هو اه اه بنستخدمها مع الاستوكتوري علشان ناخد اه اه مميزات الالجينيت كده او اهم مميزات الالجينيت ان هي يعني اه 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 مش ريجد و اه يعني رخيصة شيب اه تقريبا اه الكيس بيكون خمسة و سبعين جنيه بقى طبعا يكون همك جدا اه اه يعني بتدي بتسجل بطريقة كويسة خالص يعني بتكون مريحة للبيشانت يعني زي ما قلنا انها ان هي بتعتبر اه اه طيب اه ده صورة الاستوكتوري يعني ايه برضو ايه اه ابرايريشان بتستخدم برضو مع الاستوكتوري علشان ناخد طيب مع Fame التجينيت برضو بتستخدم علشان ناخد ايه الفرق بينهم بقى الفرق بينهم اه ابرايريشان con وبالتالي يعني في حالة وجود بتاعت البيشانت ما نقدرش نستخدم البيشانت لانها ممكن تتكسر او تعور البيشانت واحنا بانطلع البيشانت من مميزاتها طبعا ان هي يعني اقتصادية زي ما قلنا ان البيشانت ممكن نعمل لها في المياه السخنة زي ما هو واضح كده في الصورة هي بقولوا ان او شي طبعا مقارنة بالالجينيت الالجينيت اكتر لان القرص من طريبا بيكون بخمس ساير جنيه وبيستخدم فيه لكن طبعا الكيس كبير بيقعد لفترة كبيرة وممكن نستخدمه في اكتر من حالة فايزا الفرق بين الالجينيت والالجينيت ان الالجينيت ممكن نستخدمه في حالة وجود اندركات لكن ما نقدرش نستخدمه في حالة وجود اندركات بعد كده هنتكلم على او الواكسي شيت زي ما هو شاع يعني اللي اسم الشاع هو الواكسي شيت بنستخدمه علشان نعمل تحت زي طبعا رائع كده على الكاست وبنستخدمه علشان نعمل زي ما هو واضح كده اللي هو ده اللي هو بعوض بنستخدمه برضو علشان نعمل بايت ريجستريشن وطبعا مميزات البينك واكس ان درجة انصهار بتاعته او درجة انصهاره بتكون صغيرة وبالتالي بيتصهر بسهولة مع استخدام الماء السفنة او الحرارة الطرش زي ما هو واضح كده عامل زي الولاعة الكبيرة بنستخدمه علشان نعمل صوفتنينج للبينك واكس وهيتنج صام انسترومنت نسخم بعض الماتيريال وملتنج للشلك بس بليد عشان نعمل صغر للشلك بس بليد البويلر طبعا معظمك اول ما هيشوف في البويلر هيباركت بتاعه زي عادة الشاكة كده اللي هو بنيك تستخدمه في ايه البويلر اه البويلر بيستخدمه علشان نسخن مية طبعا ايه الفرر يا دكتور اه 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 ويتش يوزد ان ميلتينج الامبريشن كومباوند يعني هلو بتستخدمه علشان نسخن المية علشان نستخدم المية السخنة دي في اننا نسيح الامبريشن كومباوند اه وكمان الواكس او البينك واكس اه الميتل سيزر بي اه نستخدمه علشان نعمل اه 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 بتاعت يعني مستخدمها علشان نحدد وكمان علشان نحدد بعد كده من الانسترومنت اللي بنستخدمها برضه او الماتيريا اللي بنستخدمها الشلك بيس بليت. الشلك بيس بليت اااااا بنستخدمها بنستخدمها في عمل يعني ضعيفة مش قوية يعني مش بتكون سهلة تتكسر باي لود بسيط عليها. طيب. من الماتيريال برضو اللي معانا بنستخدمها برضو علشان نعمل اااا. ولكن ااا بنستخد ولكن ااا ب células بينها وبين الصنعية انها اااا. فبالتالي بتتحمل اااا اللود. وكمان انها يعني سهلة الاستخدام. اه وكمان علشان زي ما قلنا تستحمل اللود. وكمان بتكون خفيفة في الوزن. طبعا الاخريليكريزن بنستخدم سواء اه او بعد كده هنتكلم على الزينك اوكسايدجنول. الزينك اوكسايدجنول اه 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 يوز اه يوس ود سباشيال تريي توماك ساكندري اور فاينال تريي شن يعني هي اه عبارة عن اوكسايدجنول بنستخدمها مع ال Arbeit علشان ناخد فاينال اوكسايدجنجيجنج اخر يعني لما بحصل ستنج بالتالي بدل بيدينا زي ما قلنا عبل كده في طيب الربر بيز طيب، يمكن ان يُدخل لإيقاف الانبرتج ليه بقى؟ لأن تُدخل لإيقاف الانبرتج الفرق بينها وبين التالي، انها يمكن ان تُدخل لإيقاف الانبرتج اه دي صورة بتكون عبارة عن اه او باتي ولايت و اه كاتاليست تلات عبوات. بعد كده من الاستخدامة برضو بنستخدمها علشان وكمان علشان نقطع بها الواكس جيت. السباتولة هي نفس السباتولة التانية بس مع اختلاف الدزاين والتصميم بس. بنستخدمها علشان نعمل ميكس الامبريشن ماتيريال يوزد ان اه زي الروبر بيزو زينك وصيد جنول. وده صورة بتوضح ميكس الى زينك وصيد جنول على السباتولة باستخدام السباتولة. اه كده تقريبا تكلمنا على كل بتاعت النظري سريعا كده. اه ويتكلمنا على اه اللي بنستخدمها في سريعا كده هنراجع على اول حاجة كانت معنا اه وقلنا ان الاستوكتوري اي بنستخدمها علشان ناخد اه 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 امبريشن وبعد كده كان معنا اه الروبر باول وقلنا الروبر باول بنستخدمها علشان اه اه زي ما قلنا الاستوكتوري ايه وتاني حاجة هي الروبر باول بنستخدمها علشان نعمل مع السباتولة اه بعد كده الالجينيات وقلنا هو ممكن نستخدمها في حالة وجود اندر كات وانه اه الفرق بينها وبين برضو برضو بنستخدمها في حالة اه بنتستخدمها عشان ناخد براي ماري بريشن لكن ما بنستخدمهاش في حالة وجود اندر كات اه بعد كده اه تكلمنا عالبينك واكس وعرفنا بنستخدم بنك واكس في ان احنا نعمل وعرفنا بتطور شو بنستخدمه في ايه ان احنا بنعمل ملتنج للواكس او بنسخن الادوات والبويلر طبعا بناخد من الملتنج اللي بنعمل بقى صوفتنج او المؤسس طبعا عرفنا ان احنا بنستخدمها علشان بنعمل تعديل للحواف بتاعت او نقطع البينك واكس المصدر البلاستيك طبعا قلنا ان احنا بنستخدمها علشان اه نحدد واشترك بزبليت علشان نعمل زي ما قلنا بلا لكن هي عبها ان هي ما بتستحملش اللوت وقلنا برضو اه بيستخدم في عمل وبيكون اه خافف الوزن وبيستحم ان هو يستحم اللوت بعد كي قلنا وقلنا وقلنا ان هو بيستخدم علشان ناخد او ولكن ما نقدرش نستخدمه في حيات وجود لانه هو بيستخدم او قلنا او نقدر ناخد بها وممكن نستخدمها في حيات وجود بسبب ان هي تعتبر او بعد كي قلنا وعرفنا ان هما بيستخدمهم علشان نعمل وعلشان نقطع آآ واخر حاجة كانت معنا لجلاس لاب ان تسبياتي لها بنستخدم علشان نعمل ميكس لي آآ آآ زي الزينك وزيد جنول والآ آآ 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 اول حاجة في العملية طبعا آآ 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 هنحاول نختصرها كده هو طبعا هتحس ان الكلام كله داخل في بعضه بسي عشان مدد بروسيس اصلا كلها شبه بعضها كده آآ في مرحلة طبعا آآ آآ زي ما قلنا احنا قبل كده ان في خطوات بيعملها البيشنط في اه لما بني نعمل دي فيه خطوات بنعملها احنا في وفيه خطوات بيعملها لكن في محالة دي تقريبا كل خطوات بنعملها احنا كطلبة طيب اول حاجة طبعا بتشتري دينشراس قاست سواء او ممكن في بعض الكريات تكون بتسلموا يعني بتدي قاست زي اه بيشنط كده ملوش اسنان اه بعد كده اه بتبدأ تعمل احنا قلت بعد كده ههروك الاسبيسر اه بتعمله اسبيسر ده بتعمل من البنك واكس اه بعد كده بنعمل بنستخدم نعمل باستخدام الشلك ونسياحها ونطبعها على القصة عشان نعمل اه بعد كده اه بعد كده او الكل دوكيور اكريل كريزين علشان نعمل برضو اه على القصة اه بتكون عبارة عن اه بوليمر اه مونيمر بنجيبه من اتنين ونخلطه مع بعض لحا للغاية لما يوصلوا او يكون كده نطبعهم على القصة وآ نعمل نعمل آآ اه سبيشل تريي concluded اه واضطا طبعا خطوات عمل باستخدم الاكريل كريزين اه بعد كده اتبع اعطي التعليف بنعمل التعليف ونثبتو على بنعملها من الاكريلا كريزين برضو. بنثبت عليها. طبعا بنستخدم ده عشان نثبت فيه نعمل في الارتيفشل تيس. بنثبت على الارتيفشل تيس. وطبعا زي ما قلنا فيه قواعد الارينجيمنت وبتاع الارتيفشل تيس على. بعد كده بنعمل يعني بنرسم زي بتاعة كده على الواكس بحيث يكون زي ما قلنا كده بنعوض الستاتيك. بعد كده نعمل نحطه في جبس كده ونضغطه عشان ننتقل للمرحلة اللي بعدية ونعمل نتخلص من الواكس ونثبت الاسنان في الجبس عشان نحول لطقم المواقق ده الى الطقم النهائي او بعد كده هنعمل ده هنعمل زي ما قلنا يعني هتسبتنا الطقم وهتسبتها في جبس او ستون وخلصت خلصنا من الواكس اه اللي كان موجود. وهنستبدأ الواكس ده باكريليك آآ بعد كده آآ نعمل آآ ممكن نعملها آآ في المعمل آآ او نسلمه لفن المعمل وهو يعمل طبعا معظم الطلبة في مرحلة آآ آآ ما بيعملوش خطوات كلها طبعا. آآ لكن آآ ده ترتيب آآ الخطوات قولنا اول حاجة آآ يكون معنا آآ 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 تاني حاجة ايه باول حاجة يكون معنا آآ آآ تاني حاجة نعمل آآ تالت حاجة آآ نعمل من من تالت حاجة نعمل آآ من ونعمل برضو آآ الفرق بينهم بيكون آآ بتكون آآ بعد كده بنعمل آآ وبعد كده بنعمل آآ وبعد كده بنعمل آآ آآ بعد كده بنعمل آآ يعني نطلعه آآ نطلع النهائي ونعملو آآ آآ طيب. بعد كده نخش بقى على العملي آآ في منحلة الكلينيكال طيب. اقول حاجة مهمة آآ من خطوات العملي هي من الحاجات المهمة جدا جدا في شغلنا كاتجادة اسنان لازم ناخد من المريض سواء ميديكال هستوري او دينتال هستوري يعني نسأله هل هو عنده عنده سكر عنده ضغط عنده حاسية من حاجة معينة لانه يكون عنده حاسية مسلا من الاستر او الامايد لوكال اناسيزيا ويجي الدكتور ما يسألوش ويروح جاي مع عدو عليونوتهم يديرو آآ 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 المريض آآ او كفاية ان الدكتور ذات نفسه يتعرض ضغط يعني فممكن ندي نفسينا مساعة ان نقعد ونسمع آآ طبعا معظم الطلبة في الكليات مجرد انه لقى آآ آآ ده اللي هو كده كان بدور على كنز يعني ولقاه فما بيهتمش بالنقطة دي بس لازم لازم آآ قبل ما نقعد على اليونت نقعد نسمع وناخد منه آآ 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 نقدر نحدد هنشتغل ازاي آآ آآ نشوف هل في ريمينين جروت هتتخلع آآ 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 وورم عايز يتعالج آآ فعلشان نقدر نحدد آآ الكويسة بتاعتنا للخطة العلاجية اللي هنمشي عليها. بعد كده آآ 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 باستخدام الآآ زي ما قولنا قبل كده سواء آآ 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 طبعا الخطوة اللي بتاعت دي بنعملهم آآ في السكشن. آآ آآ يعني نصب نحول له وده بيعملها فن المعمل. وكمان آآ بيعمل لنا آآ بيعمل لنا آآ 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 علشان آآ نستخدمها بعد كده علشان آآ آآ ناخد آآ آآ الخطوة اللي بعدها وهي آآ باستخدام آآ آآ باستخدام آآ بعد كده يعني هنسلم التكنيشن وهو هيصبه ويعمل لنا آآ بعد كده هنعمل احنا آآ 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 يعني آآ 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 الاسنان آآ لو في اسنان على حسب الاسنان الموجودة او على حسب رغبة بعد كده آآ الخطوة التاسعة آآ 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 يعني بنثبت آآ آآ زي ما وضع في الصور كده بنثبت آآ 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 النظري ان احنا اه في اه كوانين اه وكمان بنعمل اه اللي هو بنفنش الدنشر. اه الخطوة الحداشر بنعمل اه يعني اه بنجرب الدنشر في بق المريض هل اه مزبوط هل في اي شارب ايجز هل في اه 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 في اه اي منطقة عايزة ريليف اه 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 دعوه كله تمام بينسلمه للتكنيشن وينتقل بنا للخطوة الاثناشر ويعمل اه يعني بيحول او الطاقم المعقد ده الى طاقم دائم بقى اه بعد كده اه بيرجع التكنيشن ينتقل الخطوة الاث التلاتاشر اه اللي هي اه 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 الابراتوري ريماونتنج او الدنشر او اه يعني يرجع يثبت الطاقم تاني على الارتكوليتور ويشوف الكلوجن اه هل الكلوجن كويس ولا او لو لو الكلوجن محتاج اي حاجة بيعمل لها كده سريع اه 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 بعد كده اه اه ننتقل على الخطوة الاربعتاشر وبيعملها برضو التكنيشن وهي فينشنج اند بولشن يعني التكنيشن اه بيفنش ويلمع الطاقم علشان اه يكون منظره كويس زي ما قلنا اللي هو اهم حاجة عندنا الوظيفة ثم الشكل الجمالي وكمان اه لما الحاجة بتكون لمعة بالتالي اه الاكل مش هلزة علىها بسهولة وكمان المريض هيقدر اه يغسلها اه يغسل الطاقم بصورة اه سهلة خطوة خطوة خمستاشر وهي اه 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 ده اه اللي هو اه خطوة الخمستاشر وهي اه اه طبعا احنا سجلنا باستخدام فيسبوك فهنرجع نعمل اه نرجع نسبت الطاقم الثاني على في العيادة علشان نشوف اه اه قبل ما نسبته في اه اه او نحطه في المريض اه اه بعد كده الخطوة الاستاشر والاخيرة ان احنا بنعمل اه من يعني بنسلم الحجم النهائي ايه اه نديله اه 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 تعليمات بتاعت الاستخدام بتاعته وزي مسلا ان هو يحاول يستخدم او يلبس طاعم لاكبر فترة ممكنة في الفترات الاولى لاستخدام الطاعم انه يحاول الطاعم يعاش منه لانه هو حيتكسل لانه هو مصنوع من بلدة الماتيريال وانه هو يغسل الطاعم باستمرار وانه لما يقلعه يحطه في جيد كوباية مية يبقى خطوات التانية هنقول خطوات العمل سريعا كده اول حاجة معانا في خطوات العملي قلنا اول حاجة هناخد اول حاجة اخد من سواء بعد كده ده هاخد له ده في حودي لفن المعمل حيصب ويعمل لي وبعد كده يديني اخد فيها اه بعد ما اخدت اه بعد ما اخدت اه بعد كده هو هيعمل simulting اه بعد كده هنعمل بعد كده هنعمل ميقربه كده في البشرنط. بعدك هوا يعمل code. عندما الانات و بعدكن يو. الخطوات اللي بيعملها الخطوات اللي بنأملها هي طيب اول حاجة خطوات اللي بنعملها في هي طيب اول حاجة بعد كده ناخد بعد كده ناخد بعد كده نعمل آآ وبعد كده نعمل وبعد كده نعمل آآ آآ طيب اما بيعمل لنا بيصوب آآ بيصوب بيعمل لنا ويصوب ويعمل وبعد كده بيعمل آآ آآ باستخدام اللي احنا سجلناها وبعد كده بيعمل آآ وبعد كده بيعمل بروسيسنج ويعمل آآ هنتكلم بها على آآ بعض الصعبات اللي بتواجه آآ طب طلبة الطلبة في آآ البروس وطونتك وآآ بعض التبس والتريكس وآآ بعض الحاجات المهمة آآ آآ اول حاجة آآ من الصعبات اللي بتواجهها آآ 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 اول حاجة بتواجه آآ الطلبة طبعا من الصعبات انه يختار الصيز المناسب للتريي آآ بالنسبة للبيشنط آآ طبعا بيقوم معنا الثلاثة الصيز اللي هو صيز وان وصيز تو صيز سري من بنعمل ايه؟ اسهل حاجة ان احنا نعمل تريين نجربه في بقء البيشنط انهي انهي نجيب صيز مسلا نبص في الاول في بقء البيشنط انا مثلا شاب نولي النظري انه هيكون مسلا صيز تو مناسب اجيب صيز تو اجربه واشوف هل هو مغطي الالفل ريش كلها هل هو نازل في ميوكوباكا الفولد آآ وصير مسلا اتنين ميلي آآ لما بحرك اللي بي الفرينام بتتحرك لما بحرك اللي بي الفرينام بتتحرك فري لما بحرك الشيك بالبقاء الفرينام بتتحرك فري يوب ده كده الصيز آآ آآ مناسب آآ فاحنا بنجيب التري ونعمل لها في بقء البيشنط ونختار الصيز المناسب حيس ان هو زي ما قلت لك يكون آآ مغطي البوردر بتاعة الالفل ريش وآآ يكون آآ نازل في ميوكوباكا الفولد بحيس ان البقاء الفرينام بتتحرك فري برضو من الحاجات اللي بآآ من الحاجات المهمة لازم لما نشتري الالجينيت آآ كطالب لازم تشتري الالجينيت يكون نورمال ست لانه آآ بيديك وقت كافي آآ ووقت كافي ان تقدر تشتغل بيه لكن لو جبت فاصل ست طبعا بيحصل له ستنج بسرعة لاما آآ تعملوا آآ تعملوا ميكس بمايا ساعة آآ آآ يفضل ان انت تجيب آآ نورمال ست بيديك آآ وقت كافي يعني من آآ الوركنج طايم آآ من الحاجات المهمة برضو لان ما نفتح كيس الالجينيت لأول مرة لازم نهز كويس لان طبعا مع ركنة المواد المواد بتدا تتفصل عن بعضها فلازم نعمل معايرة من جديد للالجينيت عشان آآ ينستخدموه ويكون كويس معانا آآ من الصعبات برضو اللي بتواجه الطلبة انه ياخد آآ آآ اول حاجة لازم يعني بنحاول نعمل ميكس آآ كويس وبسرعة يعني بنحط كمية قليلة من من الماتيريال على قد ما انا عايز ما احطش كتير ولا احط حاجة لائلة ومن آآ احط آآ الماتيريال في الروبر باول آآ آآ وانزل عليها قطارات بسيطة من المية وانا بحرك الاسباتيولا بسرعة على جدار آآ الاسباتيولا يعني آآ احط آآ الباودر بتاع الماتيريال آآ آآ هنتكلم وليكن مثلا الالجينيت آآ و احط قضيف كتيرات من المية بسيطة و احرك بسرعة آآ الاسباتيولا بحيس ان الميكس يتحرك معايا آآ آآ على الحواف بتاعت آآ آآ بتاعت آآ بتاعت ال الروبر آآ باول وكان في صورة هنا آآ ليه الروبر باول آآ بتاعت الميكس آآ هحاول اجيب هذه واحدة دي آآ او الميكس على الحواف بتاعت الايه الروبر باول آآ بسرعة طيب وايه كمان? يبقى اول حاجة بنحط كمية قليلة من ونحاول نعمل بسرعة ونعمل كويس بحيس يكون متجانس ويكون ما يكونش خفيف خالص ولا يكون في يعني ما فيوش بودر ولا يكون في يعني يكون متجانس. بعد كده لما نجي ندخل ندخله من جنب للتاني. يعني ما ندخلوش مرة واحدة كده زي مسلا ما تكون بتدخل معلقة. لا ندخله من جنب للتاني. ونحاول نشد بتاعة بحيس ندخل بسرعة ويكون بطريقة مرتاحة. طيب اه اه دخل اه من الحاجات المهمة برضو ان احنا ما نحاولش نستخدم كتير. يعني ما ملاش لان زيادة هتنزل في حال فالبيشنت هيبدأ ايام من حركات تديك احساس انه هيرجع. فانت لو قللت الماتيريال اه ده هيغنيك عن حاجة زي دي. طيب ولنا افترض انك اخطأت وحطيت مسلا كمية كتير من الماتيريال او انك عملت خفيف فالماتيريال حصلها سكيم ونزلت في بقء المريض. اه فانت بتخلي المريض يطلع دماغه اللي قدام وتقول له يتنفس من منخيره. اه واول ما الماتيريال يحصلها بسرعة اه تشيلها من بقء المريض. طيب اه من حاجات مهمة برضو اه 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 زي نسجل البوردر اه في الامبريشنت. اه لازم اه اه نحرك الشيك اثناء ما احنا بناخد امبريشنت. يعني اه سبت التري في بقء البيشنت. ابدأ احرك الشيك مسلا في حالة في حالة اه احركها اه اه يعني اطلعها اللي برة علشان اه تخليلي الباكل اه اه وبعدين احركها لفوق وبعدين لجوة. وفي حالة اه 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 بحركها اه 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 اوتورد دون وورد ان وورد بحركها لبرا ولتحت ولجوة. اه اه وكمان اه في حالة اللوردينشار بحرك دماغي المريضة يمين وشمال ويه بطلب منه كمان انه يحرك لسانه على الجانبين بتوع اه اه التري علىشان اه 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 البوردر اه بتاعت اه الامبريشنت بتاعي وبالتالي احصل على اه اه كويس. وكمان ممكن انا اطلب منه كمان ان هو يقول اه بحيس ان انا اسجل او لانه بتساعدني برضو ان انا احدد الفينش دينش بتاعي هينتهي فين. اه بعد ما اخدنا اه وخصوصا بالالجينيت لازم يتصب في اقرب وقت. لان الالجينيت هيحصل له يعني الابعاد بتاعته هتتغير. وبالتالي كل حاجة هتتغير معاها بعد كده. وهيحصل معاها وحارجة عامل تاني. فلازم يتصب في اقرب وقت. اه طيب واحنا بناخد بقى اه في اه اه سواء او او لازم التري تكون محطوطة في المكانة الصحيح. بحيس تكون يعني موازية بتكون مغطيها. يعني ما يزوقش مني مثلا التري لقدام فيطلع معاها التري لقدام. او مثلا ان انا اه 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 ادخل التري لبرا جامد او اه اجيبها يمين شوية او شمال شوية. بالتالي هيطلع معايا طبعا دفكت في الامبرشن. ده طبيعي. فانا لازم اسبته في اه مكانه الصحيح. اه وكمان اه من الحاجات المهمة ان انا احاول اسبته اه بصبعةين كده اه اه سبعة على كل اه جنب. اه صبعة يمين وصبعة شمال يعني اه اسبته كده بحيس ان هو يكون سابت اا 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 اا. اا بقوة ثابتة. ما احاولش ان انا بعد ما زل ما اضغط عليها. ممكن لو اه اضغط عليها احاول ان اضغط عليها تاني. اه ده��는 يعمل دستورشن في الماتيريال. اه فانا لازم احطها في مكانها الصحيح واسبتها بقوة سبتة وما حاولش نضغط عليها بقوة زيادة علشان ما يحصلش دستورشن في الماتيريال او يحفز داخل الماتيريال. طبعا في فيه طلبة بتتساهل في حوار وانه هو ما يسجلهاش طبعا اه ده امره مهم جدا لانها بتزود من الريتنشن. اه 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 طيب انا اسجله ازاي بقى اجيب الجرين ستك كومباوند علشان اعمل اه 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 ازود الامبريشن كومباوند في اه اه عند اللينجوالباوش كده. اه اه احاول ان انا ادخلها في بقوة البيشنط واطباحها نحية تجاه اللينجوالباوش وخلي البيشنط يحرق يحرق دماغه يمين وشمال علشان لو فيه اي جرين اه اه معارض مع الريمص وبعد كده بقى لما اجي اخد احط الامبريشن اللي هو اخد الحلاجية يعني حلاجها مسجلها معايا وهي اه بعد كده لما اجي اثبت الحلاجة الريتنشن بتاعه كويس جدا جدا جدا. اه طبعا الريتنشن بتاع الابردنشن بيكون كويس اكتر من الوردنشن لان الابردنشن بيكون اه يعني مغطي اه منطقة اكبر اه خلاف الوردنشن. اه بعد كده اه اه واحنا بناخد اه اه طبعا بيكون اقصى من الامنية من امنياتنا ان البيشنط اه يكون في طيب ده ممكن نعمله باكتر من طريقة طيب ممكن مسلا نخلي البيشنط يبلي شفيته من برا اه ويقفل اه بحيس ان شفيته تكون في وضع الراحة ده ده اول ما يبلي شفيته ويسبت شفيته كده في وضع الراحة بيكون هو كده في ريست بوزيشن او نخليه ان هو يقول حرف ام عشر مرات و اه عند المرة عشرة يقف اه فبالتالي شفيفه هتقف في الراحة بوزيشن اه اتمنى تكونوا استفدتوا اه طبعا مش هنقدر نشرح مادة البروس دونتك طبعا في الفيديو البسيط ده لكن حاولت على قدر الامكان يعني اني اه اتوسع او اني اجيب اكبر قدر من المعلومات اه مبسوط جدا ان انا كنت معكم النهاردة و اتمنى اه تكونوا استفدتوا اه 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 نالتقى على خير ان شاء الله ان اعجابك الفيديو لا تنسى الاعجابة والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات كي يصلكم كل ما هو جديد ومشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته